موسيقى بساكم الله بالخير وحياكم الله حلقة جديدة من المنتصف وعنوين وقضايا مختلفة على طاولتنا البداية مع أبرز واحد من العنوين موسيقى النصر يتجاوز الفريق الأوزبكي بربعية ويكمل عقد الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا موسيقى بعد تمثيله محليا للوحدة والشباب والهلال الشمراني يرتدي شعار النمور في تجربة جديدة موسيقى الرابطة تتأهب للإعلان عن رعاية جديدة للدوري السعودي موسيقى 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 تليق بسمعة الكرة السعودية ونرجع كذا للواجهة مرة ثانية في البداية خلونا نرحب الضيوفنا نقول مساء الخير لإعلامي خارد أبو غانم حياك الله يبو عبد العزيز أهلا وسهلا فيك وبالأخونا مشاهدين ومشاهدات بصراحة اليوم كان نصر مهم للفريق النصراوي والجمهور النصراوي بعودة النصر يقلك اللي يكمل المربع السعودية نعم ما في شك أيضا نرحب من جدة بالإعلامي خالد صايم الدهر خالد مساك الله بالخير وحياك الله مساك الله بالخير أخو يا عبد الله ومسي عليك ومسي على حبيبنا خالد أبو غانم حبيبي الله عزيز وعلى السادة المشاهدين والمشاهدات وأمسيها رائعا إن شاء الله اليوم بإذن الله وخالد أبو غانم بدأ على طول من باركة للنصر من غير معتساة هو هذا أهم شي عنده اليوم على طول عندنا كلنا هي جاية ودي يقول نبارك للنصر ليس ما كان وديك في زي النظر أكيد ودي بس خلاص ما عات لنا كلنا ما عات لنا كلنا بس خالد يعني منوّل حتى خالد حتى خالد ما اللق الجديد خالد صايم الدهر والإطلالة الحلوة شايفة أنت اي شايفة زين خالد دائم مميز بكل شي طيب خلونا نبدأ بالحدث الأهم تاهلنا اليوم الفريق النصراوي إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا بعد فوزه على ضيفة إجميك الأوزبكي بربعية نظيفة عن طريق هوساوي والغنام وجوليانو في المواجهة لجمعت الفريقين في ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض ضمن الملحق على أسيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 بطولة آسيا بطولة آسيا صعبة جدا صراحة ونحن شايفناها يعني صارت عندنا زي ما تقول عقبة كبيرة وصار حاجزها الهاجز عندها النفسي أكثر من الفني نعم ولكن أعتقد النصر ما رح يكون سهل في المجموعات مجموعته مهيمة مو سهلة ولكن مو صعبة يعني أنا أشوف المجموعة الهلال هي الأصعب ويأتي بعدها النصر مجموعتين النصر مع الوصل الإماراتي الزوراء العراقي ذو بهان الإيراني نعم ذو بهان الإيراني والوصل فريقين مسهلين يعني ما رح يكونوا سهلين ممكن أن تتجتازهم بسهولة نعم ليس تقليلا من الزوراء العراقي لكن هو أقل أقل فرق المجموعة على الورق اللي نتكلم صحيح لكن اليوم اللي أنت شفت لو لاحظت أنه الثقة موجودة عند اللاعبين عند الشباب أول مرة يلعبون مع بعض مباراة كاملة هذا المجموعة يعني أول مرة يلعب ما كان مع أمر حاوساوي ما كان فعلا أثبت بأنه لاعب يعني محتاجه الفريق أعطى إضافة أعطى ثقل لإدفاع عن النصر فرج ريح كثير جدا لاعب يلعب ممتع حتى كنت تتكامل يلعب شيء تحت الهواء أنه حتى لما يقطع كورة ما يضر اللاعب صحيح بمخارة عنده أسلوب خاص حتى عنده روح القتالية ممتازة جدا الغنام المبدع المستمر بصراحة نقدم نفسه كل يوم أنه هو أفضل ظهير أيمن في السعودية صحيح العبيد بدأ يرجع يعبي مخانته مرة ثانية لو تلاحظ أنه بدأ تشكيله شيء تتوالف لكن أنت شايف الغنام أفضل من برايك لينكرميتها كذا قلت أفضل هو أفضل ظهير أيمن في السعودية نعم وأنا قلت لها قبل كذا هنا في البرنامج أنه لاحق في المنطقة السعودي هو في النهاية رأيك يعني طبعا أنا رأيك أنا رأيك فيني وما أنا مدرب لو أنا مدرب أشراك طيب لكن أنا أتكلم أنه الآن لما تشوف نادي النصر مشكلة إشياء أنه أنت نفس اللاعبين مبارات الجاية ما سيعابون نفس التشكيلة سيلعب فريق آخر مختلف كليا ستجي عناصر مختلفة هنا دور المدرب أن يخلي الإنسجام دائما موجود صحيح لأنه أنت بعد أتقل فيه أربعة ثلاثة ستلعب أول مبارات نعم فيه مارش تقل نعم فيه أربعة مارش وستلعب مع منه وتلعب مع الوصل خارجيا خارج أرضك فأنت محتاج من الآن المدرب يركز على هذا شيء مدرب النصر بصراحة كل يوم عن يوم قاعد يعطي إطمئنان لجمهير نادي النصر وأنه يعرف إمكانيات لعبينه وبدأ يمشي بالنصر بما نحضر فعلا طيب خلونا نقول ألف مبروك للفريق النصراوي تاهل اليوم كنا منتظرين صراحة أنه يعني يكتم العقد الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا الهلال النصر الاتحاد الأهلي إن شاء الله الأمال والطموح يعني تكون موازية ل يعني شغل الفني اللي احنا شفناه خلال الفترة الماضية والدعم الكبير يستهلون النصراويين نحتفل معاهم اليوم بهتأخذ قالوا والشمس غربت والبطولات امتهت قالوا غاب العالمي وكل أمجادة مضت يرجيهم البطل في الناس لو عنا حكت واليوم شافت عينهم نار الحليم اللي سكت قالوا وعد النصر واشرقت شمس لنا يشارك العالي القادر ينطع عاسنا النصر يعني النصر ينعفو يخصومنا اللي منه منجهر ينجهر في كل سنة قالوا والشمس غربت والبطولات امتهت قالوا غاب العالمي وكل أمجادة مضت يرجيهم البطل في الناس لو عنا حكت اليوم شافت عينهم نار الحليم اللي سكت طيح في ساهل الفريق النصراوي احنا يمكن خلال الفترات الماضية احتفلنا مع كل الاندية السعودية اللي وصلت الدورية بطال اسيا واليوم يعني من المهام الرئيسية انت تدعم انديتنا في المشوار الاسيوي اللي انتمنى ان شاء الله تكون النتيجة في جابية ونطلع يعني بسراحة يعني بمشاركة تعتبر تليق بانديتنا اللي اليوم هي مدعمة بلاعبين على مستوى عالي على مستوى العناصر الاجنبية وحتى المحلية خلني اروح لك خالد صايم الدهر اليوم في رأي يقول لك انه يعني تأهل النصر لدوري ابطال اسيا سلبياتها اكثر من ايجابياتها باعتبار ان المشاركة او تحقيق دوري ابطال اسيا ما هو هدف عند النصراويين معلم في بداية هذا الموسم وانه الهدف ممكن تحقيق الدوري والمشاركة في دوري ابطال اسيا والدوري السعودي بالاضافة الى البطولات الثانية ممكن يأثر على الفريق انا اولا ممكن اختلف مع الناس اللي يقولوا هذه المقولة انه رسم هدف من بداية الموسم هو الدوري ترى اي فريق سعودي وانا يعني اكاد اجزم هذا الشيء انه اي فريق سعودي اهمه انه يحقق الدوري الدوري السعودي دوري امير محمد بن سلمان او ايا كان اسمه الدوري اهم اهداف اي فريق سعودي هذا الهم الاول لكن لما انا يكون عندي فريق مثل النصر انا اليوم انا كنت تابع امبارات النصر حقيقة وشايف انه يعني اربع اجانب اللي كان النصر ماشي معاهم من بداية الموسم وخلاص فيه انسجام كامل فجأة الفريق نصه تغير لاعبين مختلفين حقيقة انا اتأكد انه النصر جاهز لأي بطولة سواء كان دوري او سواء كان آسيا سواء كان بطولة عربية النصر الان بيقدم نموذج الفريق البطل كيف؟ الفريق اللي عنده احتياط او عنده دكة زي النصر لما تلعب ما تحس بتأثير غياب النجوم الكبار انا هنا اتطمن على فريقي ابو عبد العزيز يقول انه ودنا كمان نطاعم انا اقول لدكم طماء ترى الفريق النصراوي الان بهذا الشكل انا اعتقد انه هو جاهز لبطولة السوية جاهز للمنافسة للدوري في اي تعثر للهلال جاهز لأي مباراة كانت حتى في حال وجود اصابات النصر حقيقة فريق يعني مرعب صفقات الخيبري الغنام حقيقة اضافات ممتازة وقوية للفريق مكين المدافع يعني اليوم انا وانا تابع النصر حقيقة كنت مستمتع جدا بما يقدمه فريق متغير فريق غيب عنه مرابط يغيب عنه احمد موسى يغيب عنه مجموعة اخرى من اللاعبين ويظهر بنفس هذا المظهر في بطولة خارجية انا اعتقد انه هناك اطمئنان للاندية السعودية قلها النصر والهلال والاهلي اكثر جاهزية نعم وتحديدها النصر بما نحن نتكلم عن النصر انا اعتقد انه اذا ما كان هدفه الآسيوية من اليوم يفكر بالآسيوية نعم طيب انت مع الرأي اللي يقولك انه النصر مشاركته في الآسيوية سلبياتها اكثر من ايجابياتها لا طبعا لا طبعا شوف اللي يقول الكلام هذا اعتقد انه شخص ما مدارس النصر زينه وما يعرف الأندية السعودية زينه بصراحة احنا نتكلم عن البطولة الآسيوية احنا دائما جاهزين للخوض اي محفل من المحافل سواء منتخباتنا او حتى عنديتنا انا هاد قناعتي الشخصية وقلتها من سنوات يعني حتى انا من الناس اللي فعلا استغرب انه حنا ما زلنا حتى لان بعيدين عن البطولة انت قبل شيء تقول نبقى مشاركة مختلفة ايه انا اقولك ابغى بطولة ما ابغى مشاركة انا شاركنا كثير وصلنا للنهائي لا انا اكسر لما اقول مشاركة مختلفة ان يكون فيها طموع تحقيق لقب ما هي مثل مشاركاتنا السابقة بضلط احنا هدفنا الرئيسي نحقق بطولة صحيح الان النصر دخل ويجب ان يكون عند الادارة الان ادارة نادي النصر ادارة نادي الهلال نادي الاهل ونادي الاتحاد تحقيق البطولة المشاركة المشرفة لا تليق بين جيس السعودية ولا منتخبات السعودية لان احنا اساسا مشاركاتنا مشرفة لكن احنا تمنى ان احنا يكون هدفنا الرئيسي نلعب على النهاية على الدورة الأربعة ناديين سعوديين اللي يفوز منهم يلعب على النهاية هذا المفروض يكون كل سنة هذا الشيء موجود أو على أقل شيء يكون عندنا نادي واحد كل سنة يلعب على النهاية هذا اللي قاعد يصير لكن هذا لأسف ما قاعد يصير تلقى ثلاثة أندية أو ناديين يطلعون من المجموعات ونادي يطلع من 16 ونادي يكمل الثمانية أو ممكن يوصل للنهاية وبعد كده نفس الشيء يخرج كل سنة احنا صنع تقريبا كم من عام 2005 اللي حققها الاتحاد حتى الآن وكل سنة احنا هذا المنوال عندنا 14 سنة نوصل للنهايات بسمحنا كثير يعني لا لا كثير عن أندية السعودية ما عليش لا يليق بالكروه السعودية الآن الأندية كل شوف نادي النصر نادي الهلال الكلام اللي قاله خالد قبل شوي ينطبق على الهلال وينطبق على النصر أكثر ناديين يجي بعضهم الأهلي الاتحاد ظروفه صعبة شوي لكن النادية الثالثة الأندية هذه ممكن أنها عندها النفس أنها تكمل نعم لكن هل تحقق بطولة أعتقد الهلال هو أكثر نادي جاهزية يجي بعضهم النصر نتكلم بالتفصيل هذا نقول الشهر المقبل يعني ستكون الأندية السعودية على المحكم جديد هذه المرة من خلال المشاركة في أقوى وهم بطولات القارة الآسيوية دوري أبطال آسيا نسخة آسيوية تحمل عنوين نقدر نسميها بأنها استثنائية لأنديتنا السعودية اكتملت مقاعد الأندية السعودية اللي راح تشارك في دوري أبطال آسيا 2019 مرحلة جديدة واستحقاق مهم لمثلين الوطن في هالمحفل القاري بطولة غابت عن خزان أنديتنا قرابة للـ 15 سنة المنافسين من شرق القارة وغربها بيكونون في أتم الجاهزية لها المعترك الآسيوي السؤال هل أنديتنا مستعدة أتم الاستعداد أو بتكون فقط مشاركة الهلال يعتبر الأجهز فنيا بحكم مستواه الفني المتصاعد وصداته للترتيب العام للفرق وامتلاكه لعدد من النجوم المميزين المحليين والأجانب النصر هو الآخر يقدم أداء فني ممتاز وصحح مساره في الفترة الماضية بعد ما كان متدبد في النتائج الأهل مستواه الفني ماهو ثابت وفترات يقدم نتائج إيجابية وميزة وفترات ثانية ما يقدم المأمول منه والتي تنتظر منه جماهير راقي الاتحاد محير أمره وضروري مشاركتها الآسيوية ما تأثر على نتائجه في الدوري لأنه وضعه خطير جدا وهو يصارع على الخروج من دوامة مراكز الهبوط السؤال المهم هذا الموسم الأندي اعتمدت بشكل كبير على اللاعبين الأجانب كيف راح تحلها الإشكالية بمشاركة أربعة من اللاعبين فقط في هذه البطولة الأسيوية وهل هذا الأمر بيكون سبب في عدم تقديم الأداء المنتظر منهم في هذه البطولة القارية إذن مثل ما قلنا إحنا مشاركة جاية بظروف مختلفة لأنديتنا السعودية دعني نتكلم معك خالد يعني أنت شايف الوضع اليوم خالد صايم الدهر لأنني أخلصت منك نأخذت رأيك لا أنا كم عندي صريح بسيط أنه كان دائما الناس تقول نصر مرابط وحمد الله اليوم اختلف هذا الوضع نفس الكلام كنا نقول عليه هلال سابقا أنه الهلال الأدواردو فقط الآن الوضع اختلف المدربين الآن بدأوا يجهزون الفريق أو فريقين في فريق واحد نعم طيب خلينا لو حولنا كذا خارج نستعرض الممثلين في دوري أبطال آسيا الهلال يمكن يكون هو الأقوى باعتباره أنه مستقر على جميع المستويات والنتائج اليوم في الدولي المحلي وحتى في بطولة العربية تعكس الوضع الهلالي إيش وضع الهلال النصر يمكن قادر يحافظ على توازنه إلى حد كبير والاتحاد أنت شايف وضعه شوف دعونا نتكلم عن الأندية السعودية كما ذكرت الأندية السعودية دائما في الأدوار التمهيدية دائما كعبها عالي إلى ما توصل على النهاية وكون الدوري تبدأ فيه إصابات الهلال جاهز كليا سواء كان الأساسي أو الاحتياط عنده لعيب على مستوى عالي النصر لو استمر على نفس هذا النهج ويعطى فرصة للشباب بهذا الشكل ويتحافن بهذول اللاعبين الجدد حقيقة النصر لا يختلف عن الهلال دعونا نتكلم على منطقة الغربية ما بين الأهلي والاتحاد الأهلي لديه لاعبين بس عنده ضعف فني داخل الملعب يعني احنا شوفنا مباراته الأخيرة أمام الوصل يعني فيه نجوم في الملعب يعني أنا اللي أستغرب له في الأهلي أنه فيه نجوم يعني متخم بالنجوم سواء كانت حراسة المنتخب أو هجوم الأهلي يعني من أفضل لاثنين هجوم في الدور السعودي السومة وجانيني صحيح بالإضافة إلى عيبة الوسط الأهلي فريق كبير وممكن يعود في أي وقت إذا تكلمنا على الاتحاد وهنا اللي دائما لازم نستوقف قليلا عند نادر الاتحاد نادر الاتحاد لا لازم كثير أيبا يعني لا قليلا لأنه نادر الاتحاد أنا أعتقد أنه في السماء أنه يقدر يقدر يعني يشرف السعودية خارجيا يعني عنده هوية خارجية نادر الاتحاد بصرف النظر عن اللاعبين الحاليين أي نعم المستوى الفني واللاعبين يفرقوا معانا لكن الاتحاد قادر أنه يقدم شيء كبير فلسيوية إيه بس الاتحاد ما هو الاتحاد ترى يا خالد معنا نختلف يعني لا على مستوى العناصر ولا حتى على مستوى الرجلات واللي في الواجهة اليوم يعني الاتحاد ترى ما بقالوا لحاجتين الاتحاد الآن مر بأصحة بقيلوا حاجتين يا خالد الشعار والمدرج بس في الاتحاد لا الآن نشوف فالاتحاد من بداية الشتوية ترى ما خسر ورا خسارة أربع مباريات ما داخل في مرمى إلا هدفين أو هدف ماشي بريتين متصاعد قاعد يعوض الغيابات صح الفوز مهم لكن الفترة اللي مر فيها نادي الاتحاد ترى فترة يعني معاك خالد بس أنت والاتحاد الآن يفوز مثلا أو حتى يتعادل ولا دخل في مرمى إلا هدف أو هدفين أنت وأنت تتفرج على الاتحاد هذا هو الاتحاد؟ لا طبعا أنا ما أختلف معاك أنه مو هذا الاتحاد أنا أقصد أنه هذا الموضوع حتى على مستوى مشاركته في البطولة الأسوية راح يكون مؤثر لأنه هوية الفريق مش موجودة الهوية اللي أنا أعرف الاتحاد الفريق البطل بالضبط أنا أقول لك هوية الفريق البطل ما هي موجودة لكن سهلة إنها تعود في نادي الاتحاد وشلون تعود والعناصر اللي أنت كنت أول تعتمد عليها ما هي موجودة اليوم العناصر ستستبدل ستتغير ستضاف عليها الآن إدارة نادي الاتحاد شغالة بتطعيم الفريق بلاعبين الاتحاد لو تشوف الآن فيه لاعبين محليين ترى مره جيدين سواء كان عبد العزيزة البيشي أو بوكبة الآن انضمام ناصر الشمراني أنا أعتقد أنه نتكلم شكل مفصل في الموضوعي فأنا أعتقد أنه الاتحاد سهل أنه يعود نعم الاتحاد الروح اللي فيه والشعار والجمهور صدقني يعكس شيئا مرة كثيرة داخل الملعب حتى عودته ستكون يعني عودة قوية يعني أنا أثق في نادي الاتحاد وآثق أنه يا رب إذا دخل المعترك صدقني ما يرجع خائب يا رب إذا رجع خائب يرجع يعني خسران بشرف يعني على قولتهم نعم طيح أحنا أتمنى شيئا هذا تقولي بس تفضل الاتحاد هو أفضل نادي أو سعودي شارك في هذه البطولة وحاول وحيدة لحققها مرتين من أنزيتنا السعودية كلها أحنا جاست في نسخة دورية بطل عاسيا نسخة جديدة ما حققها أي نادي سعودي إلا سبحان الاتحاد الاتحاد دائما عنده الروح السيوية هو يعرف مفاتيحها ويعرف أسرارها لكن اللي كان يعرفه محمد نور الأسماء اللي كانت فعلا هي اللي فيها الروح الآن مهي موجودة الاتحاد طالع من هنا في السعودية خسران راح هناك فاز بخمسة هل هذا الفريق اللي موجود الآن يستطيعني يسوي هذا الشيء يكرر لهذه المرة ما تقدم أنا ما أعتقد بصراحة ما احترامي لهم كلهم إنما أنت تشوف صحيح أنه فيه محاولات محاولات ولكن محاولات فردية صراحة وانت شايف اليوم أندي الأربع اللي راح تتارك في دوري أبطال آسيا انت تثق في مين أنا أثق في النصر وهلال صراحة ما احترامي للأهل والاتحاد الأهل إلى الآن ما هو ما شعرتهم واحد لكن الأهل الآن عنده مدرب ذكي مدرب يعرف بطولة السوية ويعرف مفاتيح ويعرف كيف يستغلها ما أبغضلهم الأهل عشان كلا أنا خليته مرشح الأهل ما أبغضلهم لأنه مدرب والآن فرق معه كثير حتى لمساته بدأت تطلع للفريق قدام الوسط قدم لمحاته جيدة ممتازة قدام النصر قدم ممتازة يعني خلال ثالث أيام غير حتى شكل الفريق نعم فأنا أتمنى فعلا بإذن الله أنه هو يعيد كلامي وأنه فعلا الأهل يكون منافس شرس في هذا الموضوع وأتمنى أيضا برضو الاتحاد أنه يعني يستغل عودته من آسيا عودة الأندية كلها مهمة بالنسبة لأنه في هذه المرحلة تحديدا باعتبار أنها مرحلة فيها مشاركة آسيوية يعني اليوم يمكن الدوري بوضوعه محسوم خلاص يعني يا هلال يا نصر هذا انتهى الموضوع لكن اليوم نحن عندنا دوري أبطال آسيا هي المشاركة الأهم التي من المفترض نظهر بصورة لائقة بصراحة يعني الاتحاد ما عنده عنده الهيئة هذه المشاركة، وعنده كاس الملك الأهلي ما عنده العربية وعنده كاس الملك لا، ما عنده الكاس ملك، عنده العربية وعنده الآسيوية فقط النصر والهلال، الهلال عنده كل البطلات والنصر عنده ثلاثة البطلات أكثر ناديين ممكن يركزون على آسيا، أليه هما الاتحاد والأهلي نعم، طيب خلونا نروح اليوم أيضاً حدث مهم أنهات إدارة نادي الاتحاد برئاسة لأي ناظر إجراءات انضمام اللاعب ناصر الشمراني لصفوف الفريق الاتحادي بعد توقيع كلاعب هاوي حتى نهاية هذا الموسم وتمنى مجلس إدارة النادي الاتحادي التوفيق لللاعب في تحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية الوفية كان الشمراني قد وقع مخارصة مالية مع نادي السابق الشباب الأحد المر ما في شك بأنه ناصر الشمراني جاي بمرحلة صعبة كثير في نادي الاتحاد وراح يكون عليه كثير من الضغطات باعتبار أنه يعني الاتحاديين ما راح يرضون الموسم هذا إلا البقاء في الدوري والمباريات الجاية هي مباريات خليني أقول لا تقبل الأنصاف الحلول ولا تقبل القسمة على أثنين يعني مباريات موت بالنسبة للاتحاد أو بقاء خلونا نشوف كذا في رصد لبرنامج المنتصف مسيرة النجم ناصر الشمراني نحن نعرف ناصر لما كان في الوحدة وبعدها انتقل الشباب وبعدها راح للهلال وبعدها في احتراف يعني في خارجي مع العين لمراتي قبل يرجع مرة ثانية للشباب خلونا نشوف أبرز إنجازات ومسيرة هذا النجم اشتركوا في القناة 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 ما راح اقول انها ناجحة وفاشلة لكنها صفقة بالنسبة للاتحادين جاية في وقت مهم يمكن ناصر الشمراني يعني فيها مجازفة باعتبار انها هي ممكن تكون نهاية مسيرة اللاعب ناصر الشمراني وجاي للاتحاد والاتحاد ما هو في وضعه الطبيعي وفي ظروف تعتبره منعطف صعب جدا خليني يبدأ معك خالد صايم الدهر يعني من الناحية الفنية تعتقد بانو الاتحاد بحاجة لناصر الشمراني ما في شك ناصر الشمراني لاعب كبير لاعب عنده تجربة احترافية كبيرة تدرج فيه او لعب وشارك فيه اندية كبيرة ايضا في الدور السعودي ناصر الشمراني انا اعتقد انه لاعب صندوق لاعب مهم لاعب يمتلق خبرة وذهاء داخل الصندوق يعني مو سهل انك تحصله في اي لاعب اخر في نادي الاتحاد احنا ما عندنا يعني عندك فهد المولد ما هو لاعب يعني ما هو راس حربة صريح ولكن الان يلعب راس حربة صريح لانه ما في غيره المهاجم الجديد بيروزوفيتش هذا اليكس مات الى الان اعتقد انه مو قادر يتأقلم او لسه بدري الحكم عليه فوجود ناصر الشمراني ليس فقط مفيد من هذا الاتحاد ايضا لللاعبين المهاجمين انه انه شدوا حيلكم انه يعني بالعكس المنافسة على الخانة ترفع من رتم اللاعبين ومن حماسهم ناصر الشمراني طبعا انا اقدر اقول انه جيته متأخرة بس انه جاء احسن انه ما جاء يعني من سنين وحنا الاتحاد كان وجاي في ظرف صعب بالنسبة الاتحادين اليوم الاجواء في الاتحاد ما هي الاجواء الطبيعية يعني بالعكس هذه فرصة لناصر الشمراني انه انه ما في تخمة نجوم في نادر الاتحاد وما في الخانة يعني متاح انه يلعب متاح انه يسجل متاح انه يقدم شيء لنادر الاتحاد في هذه الظروف وقد يقدم بصمة مع نادر الاتحاد لو يعني لو اراد الله وانه نادر الاتحاد يخرج من هذه الكوبة اللي هو فيها الكبوة بوجود ناصر الشمراني ويحقق معهم اهداف اعتقد انه ستكون نقلة لناصر الشمراني شخصيا قبل ما تكون لنادر الاتحاد طيب خلينا اسمع رأيك ابو عبدالعزيز ما في شك بين وناصر الشمراني واحد من اهم الاسماء في تاريخ الكرة السعودية نعم كرقم موجود اليوم وهو اعتقد المهاجم الثاني بعد ما اجد الله تحقيقا لقب هدى في الدوري شوف خانة الرأس الحربة يعاني منها جدا نادر الاتحاد عاني منها بالذات في الاربع مباراة الاخيرة ناصر الشمراني احد الحلول الموجودة اعتقد انه حل لما يعانيه نادر الاتحاد لما تقرأ الرقامه في ظل الظروف الصعبة اللي مر فيها نادر الشباب انه سجل خمس اهداف وصنع اربع اهداف اعتقد ما هي ارقام سيئة بالذات انه تتكلم على ناصر الشمراني عمره تقريبا انها 34 او 36 36 او 35 سنة تقريبا وما زال الى الان هو مصر على انه يقدم شيء انه ينهي مسيرته بانجاز انجازه انه يبقى لدنادر الاتحاد في اندر الوسط مع النجوم الشباب اللي هو مدرب بدأ يعتمد عليهم بدأ يعطيهم مساحة اعتقد سيكون ناصر الشمراني يعني كتب اسمه فعلا في خارطة نجوم نادر الاتحاد وحيكون سوى انجاز صحيح انه مهي بطولة ولكن لما تنقض فريق زي نادر الاتحاد وتساهم انت في هذا الدور اعتقد برضو تسجل في السيفي حق ناصر الشمراني ناصر الشمراني من الاسماء اللي انت دائما تراهن عليه لانه ممكن تجيب لك هدف من انصاف الفرص نعم طيب ايضا اليوم او غدا عفوا توقع رابطة الدوري السعودي المحترفين صباح يوم الاربعاء عقد رعاية لدوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين مع شركة شنايدة الالكتيريك السعودية وذلك بمقر الهيئة العامة للرياضة في مجمع الامير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياضية او بالعاصمة الرياضية عفوا وتعد الشركة احدى الشركات العالمية الكبرى وتعنى بمجال الطاقة والاجهزة الكهربائية وكان مسلي المعمر رئيس الرابطة قد أعلن في اجتماع الرابط الماضي انهم سيعلنون قريبا عن شركة عالمية لرعاية الدوري السعودي اعتبارا من الموسم المقبل وعبد العزيز الرعاية الدوري السعودي مرت بعدة مراحل يمكن 2009 كان عقد زين 2014 أو 2013 2014 كان جميل اليوم احنا امام عقد ضخم في الدوري السعودي احنا ممكن ما نعرف تفاصيله بشكل كامل انا كنت بقولك انا ما نعرف الارقام المالية ولكن تتكلم على شركة مهمة جدا ومن اقوى الاسماء اللي موجودة بالذات في الاسنصيرات والمصاعد والمصاعد اضافة للاشياء الالكترونية والكهربائية هي شركة عملاقة نعم فوجودها رعايتها للدوري السعودي اعتقد هي خطوة جيدة منه طلعنا من انه احنا يا سيارات او اتصالات انه في شركة ثانية بدأت تفكر بالاستثمار بس احنا لازم نعرف بكرة تفاصيل يمكن اليوم التفاصيل ما هي واضحة كيف العقد الرعاية كم سنة كم المبلغ هل هو رعاية واحد ولا راح يكون فيه مجزة ما ادري يعني بظهر حتى لو مجزة حتى لو فيه عدة شركات انا هدفي انه المنشاط هذا ما كان موجود من ضمن الرعاة اللي كان يرعون للدوري السعودي او الرياضة السعودية الان هذا شيء يعتقد افتح لك انه فيه شركات ثانية مجرات ثانية انشاطات ثانية ممكن ان تكون هي احد الرعاة اللي موجودة للدوري السعودي لما لا يعني ليش لا احنا اتمنى نشوف البنوك السعودية رعاية للدوري السعودي او احد الرعاة السعودية نفس الشيء الشركات الكبرى يعني زي السابق زي الشركات الضخمة اللي موجودة الان قاعدة في البلد هنا موجودة صحيح اتمنى ان يكون في لها دور مناسب في تقديم خدمة للرياضة السعودية صحيح مو بس فقط كرة قدم حتى الطائرة حتى السلة يعني حتى اليد مو بلازم بعد في الدوري يعني كرعاية انت احنا قبل فترة تذكر حتى مهرجانات وشيء زيك في عهد الله يذكره بالخير مع علي المستشار تركيا للشيخ نعم لما كان في مساهمة ببناء ملاعب وستدات جديدة ممتاز كان في دخول لبعض البنوك احنا سمعنا كذا او جلس معهم تكلم معهم في هذا الموضوع هو كان في نقاش نعم كان في حوارات ونقاش معهم بهذا الموضوع لكن اعتقد الموضوع لم يكتمل حتى وممكن سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي اذا كان هو يرى انه ممكن تكمل لكن انا الآن هذا احنا ما نبغى فقط ملاعب انت دخول الشركات الكبرى في في رعاية الشباب الوطن ومساهمة فيها في بناء الاشياء التي تساعد على تنمية هذه الرياضات والألعاب هذا واجب واجب اجتماعي يجب انهم صحيح يحطون مجندتهم اللي نرجع نقوله احنا محتاجين احنا فعلا كثير من الخدمات اللي موجودة تقدم الشباب الشركات تستطيع ان تساهم فيها وبالعكس هي دعاية لهم وتعزيز لمكاناتهم وتعاونهم مع المجتمع وقد تقرب المجتمع لهم كأحد من العمل ما في شك صحيح طيب خليني اسألك خالد باختصار عقد الرعاية الجديد تعتقد بانه هو السمرار خليني يقول لي خطوات سابقة من قبل الرابطة ولا هي مرحلة جديدة مختلفة ممكن نشوف عقد بمزايا يعني جديدة وتخدم الرياضة والأندية السعودية مئة في المئة احنا مقبلين على مرحلة مختلفة يا أخي عبدالله مرحلة مختلفة تماما في الرياضة السعودية بداية بالثمانية العجانب انا اعتقد انه الرابط الدولي السعودي يعني ما اعتقد انها ستمشي على نفس رتم عقد زين وعقد جميل وغير لا لازم تقول ما انه كانت الشركة عالمية وكان الدخل الأكبر هنا الأندية ستستفيد فيه حيكون فيه تسويق كبير للدوري السعودي حيكون فيه استثمارات حيكون فيه أشياء جدا مختلفة يجب أن تصرف الرياضة على نفسها الرياضة يعني أرض خصبة وتسويقية كبيرة مستفيدين منها دول أوروبا من أنديتهم حتى في دول الجوار مستفيدين من هذه الأندية كدخل من خلال الدوري من خلال الأندية من خلال اللاعبين فأنا أعتقد أنه دخول مثل هذه الشركات الكبرى لرعاية الدوري مثل الدوري السعودي وهو يعتبر من أفضل الدوريات العربية أعتقد حيكون فيه خطة تسويقية كبيرة حيكون فيه دخل إضافي للأندية حيكون فيه شغل جدا جميل بالتعاون ما بين الأندية وما بين اتحاد القدم وما بين هيئة الرياضة طيب أيضا قبل تبدأ الجولة 21 خلونا نرجع معاكم شوي ونشوف أبرز أحداث الجولة رقم 20 كده نسترجع أحداث هذه الجولة وأبرز النتائج في بانوراما المنتصر ترجمة نانسي قنقر بالتأكيد كحضوره بالتأكيد كده يتقدم كده جوميس مستحيل مستحيل للأرقام باقية ولنهداف جوميس جوفيكو سلام جوفيكو وقف جوفيكو يا سلام جوفيكو يا سلام جوفيكو يا رب اللي تعلم وصل الجامعة يا صدورة عرضية رسية الله الأرقام الهلالية تستمر هذه مرة توليانو يلعب الكرة العرضية حلوة من رأس يا صدورة من رأس الله يا لها من كرة حتى الله يعود بجديد يعيز العربية الله الله هذا أخراع جدا هذا أخراع جدا هذا أخراع جد ترجمة نانسي قنقر 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 من الفار لا بارك الله في الفار الفار هذا اللي سببنا مشاكل أكثر من حلها حقيقة أنا كنت في البداية يعني استغرب من شكوة النصر كل شوية الفار الفار هلكونا لكن حقيقة ظلم شيء يعني شيء مستفيد أنا أهم حق النصراوية لا أطلع ما أهم حق حقيقة لأنه يعني مو مو المزاج يعني أنا وقت ما بغير أرجع للفار أرجع أرجع للفار لأشياء مشكوك فيها والأشياء المتأكدين منه ما يرجعوا للفار شيء غريب وبعدين يا أخي ليش تقحم الحكم السعودي متدرب في غرفة الفار يا أخي ما نثق في الحكام السعوديين إحنا ما نثق في الحكام السعوديين في الدولة ليش ليش خالص يا أخي ما كل المضرة حصلت من الحكام السعوديين يعني بخلونا نكون صريحين شوي هما جابوا حكام جانب على أعلى مستوى يعني كان يكون الناس فيه مثلاً بيتانا هذا اللي جابوه حكم براتلالو النصر وقبله الحكم شرفاء إيش اسمه الأوزبكي اللي حكم أيضاً كأس عالم والناس تشكك فيه اليوم حتى الحكم السعودي الناس يقولون ما نبغي يعني منه ينجيب الحكم من المريخ لا خلي خلي الحكم على جانب عاد ما له هي نفسها ترى يعني عرفت وين ما تقلبها بتجي معك يعني أنا أنا اليوم رئيس لجنة الحكام ويجوه الناس يقول لك أنت بتجيبها الحكم اللي بحكم كأس العالم عرفش لا تجيبها هذا حكم سيء ويجيك واحد يقولك احنا والله ما نثق بالحكم السعودي لا عجبونا في مبارياتنا من وين أجيبكم حكام الحكم الأجنبي ما عنده أجندة يا أخوي عبدالله الحكم الأجنبي يجي ما يعرف هلال نصر أهل الاتحاد ما يعرف لكن الحكم السعودي ما احترام له يعني لو إنه يعني لو إنه حكم جيد ما كان إنه أبعدوه عن الدور السعودي الحكم السعودي يبغى أن عادة هيكله خليل جلال أمامه عمل مرة كبير فأنا أنا أقول إنه إحنا الآن عندنا مشكلة مع الفار وعندنا مشكلة سابقة مع الحكم السعودي تحطهم الاثنين مع بعض والله مشكلة هذه شوف أنا أقول ما لهم الحكم السعودي أنا لهم لجنة التحكيم لجنة الحكم وما أشي يسموه مارك السبب الرئيسي في تدهور الحكم السعودي بصراحة لأنه لم يقدم أي إضافة للحكم السعودي لا يقدم برنامج تدريبي لا يقدم برنامج تطويري ما سوى أي حاجة وهذا كلام قاله خليل جلال بنفسه قال للأسف أن الحكم السعودي لم يقدم له أي شيء بل أنه في حكام هنا موجودين إحنا ملينا منهم من كذا ما نشوفهم حتى الواحد صار يتسأل ما أقول له هذا ما عنده أهل يسأل عنه 24 ساعة في السعودية موجود هو الحكم مباراة في جدة ثاني يوم عايش عايش هنا ثاني يوم الحكم في حفر الباطل نفس الحكم من الأجانب طيب معنات أنت ليش قاعد تجيب حكم والله من وين نجيب حكام طيب لا لا ما فيش لهذا الأسماء شوف لما يجبت الحكم والله يا أبو عبد العزيز هذا الكلام كنا نسمع عن الحكم عن الحكم المحلي كان يقولوا ما فيه غير الحكم هذا حكم برايات الهلال ولا النصر ولا الأهلي ولا الانتعاد ممتاز ما فيه حكم ثاني لميش تجيب نفس الاسم أنا أقول لك أيام الحكم السعودي كان موجود الحكم فلان فلاني هو للهلال فلان فلاني تقال النصر شوفت لنفسها ما يصير طيب شون نشغل لا لا أنت ما معايش أنت تدور الحكام الحكام لازم يدوره على كل الفرق مو خمس مباريات يدورها الحكم واحد اللي أنا أقصده الآن أنت عشان تطور حتى ترجع التحكم السعودي يجب أن تعد برنامج واستراتيجية تطويره النقطة الثانية حكم زي الحكم الأرجنتيني اللي حكم مباراة النصر والإيلال والحكم التركي اللي حكم مباراة النصر والأهلي هذا المستوى اللي نحن نتكلم عليه هذا المستوى اللي نبغاه نعم نحن نبغى حكام على هذا المستوى عنده الجراءة وعنده يعرف هو مو يختار له الفار اللقطات نعم أنه نفسه يختار اللقطة اللي يحتاجها مش الفار اللي يختار له طيب واضحة طيب خلنا نذكر بس بكرة الفتح والأهلي في افتتاح منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على أستاذ مدينة الأمير عبد الله بن جلوي بالأحسى يدخل الأهل اللقاء بعد هزيمة في الجولة السابقة أمام النصر يخسر المركز الثالث ويسعى للعودة للمنافسة مرة أخرى أمام الفتحة المنتشي الذي حقق فوزين متتاليين أمام الشباب والفيحة في الجولتين السابقتين لاستعادة مركزه والمنافسة فيه الدوري الفتحة عنده 28 نقطة تقريبا في المركز السابع بينما مملك الأهلي صاحب المركز الرابع رصيد 36 نقطة في مقطع اليوم انتشر اللي اللاعب الفرنسي قمز لاعب الفريق الهلالي كذا لابس الفروة ولابس الزي السعودي وطالع البر ما أحرق عليكم الموضوع يمكن كثير من الناس شافوا بس اللي ما شافوا خلونا نشوف المقطع موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة